عندي توضيح مهم جداً الآن هناك تغريدة قد نزلت باسمي إذا تخلوها شباب على الشاشة استخدموا اسمي على أساس أنه هذه التغريدة لنجم الرباعي يعلق أو يكتب فيها أنه السيد الكاظمي أو السيد الصدر رفض ترشيح الكاظمي لولاية ثانية وبالتالي هدده السيد الكاظمي بالرسالة المكتوبة أمامكم وأنا أقول ارجع لي عمر أنا أقول لكل الذين يختبئون ولكل الأصوات النكرة والنشاز التي تحاول أن تستغل اسمي من خلال الجيوش الألكترونية سواء بمقطع تضرب هذا الطرف أو ذاك أو تفتع التغريدة لغرض الاحتراب أو لغرض الإساية والتشويه أقول لهم أنكم لم تكونوا ذات يوما رجال نجم الرباعي يعرفون العراقيين لما أتحدث إلى سيد مقتدى كما تحدثت اليوم في مقدمتي أو إلى الكاظمي أو إلى أي سياسي أفتح ملف فساد بالإسم وبالأرقام وبالصور وبالدلالات وعلى مدى 18 سنة لا تأخذني في الحق لوم تلائم لكن الويل والثبور لكم أنتم لأنكم جراد أصفر وفئران وقراد خاسئين تختبئون في جحور وتحاولون أن تستغلون أسماء لتضرب خصومكم تعالوا نتبارس كفرسان وجها لوجه أنا أخاطب الجميع وبصوت عالي وأقول أما أن تنسب لي قذارة فكرية تعيش في داخلك فويل لكم أن أصابكم عارا أكثر من هذا ليش وندرك ونعرف من يقف وراء هذا لأن تعودنا على هؤلاء الخفافيش التي تعمل بالظلام ولكن أقولها الخنجر المسموم دائما ما يرتد على صاحبه نحن نتبارس بالسيوف وبالكلمة الحرة والصادقة وعندما نقول نكتب بأسمائنا أنا لا أغرد ولا أروح للتويتر ولا أعدي شغلة بتويتر عندي أشتغل في قناة فيها مساحة وطنية من أجل الوطن وأهلها داعمون لهذا التوجه الوطني وأقسم وأشهد الله أنهم يرون البرنامج من خلال الشاسة كما يروه العراقيين وليس هناك خط أحمر إلا في وحدة العراق ودم العراقيين ولكن اللي يعيش بالحيلة يموت بالفقر والذين ينفقون هذه الأموال التي سرقوها من قوت العراقيين ومن لحمهم ومن دمهم وأمراء الحرب حتى يمووا لجيوشاً ألكترونية أنا أبشرهم وأقسم على هذا نهاياتكم ستكون قريبة وسيشهد عليك الأبعدون والأقربون وأتمنى ذات يوم ولو هذه أمنية فيها استحالة كبيرة أن تتبارزوا معنا كالفرسان وأن تميطوا هذا اللثام الذي غطى وجوهكم لسنين وما زلتم تعملون من وراء جدران سنوات الضيام اللي واجهنا القاعدة وداعش وجهاً لوجه بالكلمة الحرة وبالتارية كنتم تختبئون في المنطقة الخضراء كنتم تختبئونه وما زلتم تختبئون أما الرجال 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 مثل الحشد مثل الجيش مثل الشرطة الاتحادية مثل الاستخبارات مثل اللجان مكافحة الفساد الحقيقية الشريفة هي التي تواجه أما المواجهة هاي مو شغلتكم مو شغلتكم لأن انتم موزن وعمت عيونكم على هذه الدناء وعلى هذه القدارة ولك اطلع اطلع بصوتك اطلع باسمك ساير لسياسي ما معوذ بالله منك يا لساني هاي رسالتي ولتسمعوها جميعكم أنا فرحان ما مخصوص والله أنه كل يوم الله يعثركم ويطلع قذارتكم التي لم يشهد التاريخ أكثر منكم هم يعرفون أنا المنع اشتركوا في القناة